أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية عن فتح باب التسجيل لطلاب الجدد من خلال فعالية اليوم المفتوح المخصص لنجوم المستقبل التفاصيل في التقرير التالي صرح فني يعمل على سقل المواهب في مجالات الفنون هي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالميا التي أطلقت فعاليات اليوم المفتوح المخصص لنجوم المستقبل في مجال الفنون المسرحية والتمثيل والإخراج والإنتاج الفني وغيرها من برامج البكالوريوس بالإضافة إلى استقبال الأكاديمية للطلاب من جميع أنحاء العالم وتقديم مناح دراسية كاملة للمقبولين تغطي رسوم الدراسة والسكن طوال مدة برنامج البكالوريوس الهدف الأساسي من اليوم المفتوح النهاردة هو أن الأكاديمية تعلن عن نفسها وعن البرامج اللي هي بتقدمها علشان توصل لأكبر عدد من الناس المقيمين في دولة الإمارات لأن الأكاديمية بيجينا كثير جدا من خارج الدولة لكن في داخل الدولة إحنا محتاجين أن نوصل أكثر فإن شاء الله النهاردة اليوم يكون موفق نوصل لأكبر عدد اليوم المفتوح هي فرصة للقاء الطلاب مع أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء البرامج الأكاديمية واندماجهم مع طلبة الأكاديمية المنتسبين من قبل تمنح الأكاديمية في اليوم المفتوح فرصة لتعريف الطلبة بالفنون الأدائية والتخصصات العلمية المختلفة لإثراء خبراتهم الفنية والثقافية كونها أكاديمية رائدة على مستوى المنطقة تجارب أداء ومقابلات وورش عمل ودروس تعليمية تمنح الطلاب فرصة مثالية للتألق وإثبات مواهبهم في فعالية اليوم المفتوح المخصص لنجوم المستقبل لأخبار الدار لمياء المازمي من أكاديمية الشارقة للفنون